السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذهب المستخدم هل هو يجك أو ما يجك الذهب المستخدم الذهب المستعمل أو الذي يستعمل ويعار أو الذي فاق لا يستعمل إلا عند المناسبات كله فيه زكاة على القور الراجح الصحيح وبعض العلماء يقول المستعمل لسه فيه زكاة لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمنون جراما وما دون ذلك فليس فيه زكاة والدليل على وجوب الزكاة ما رواه مسلم في صحيح نبي هرين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقوابها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت نحمد الله كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ونسأل الآن المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا كل يقول أن صاحب الذهب ويدل على العموم ما رواه عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين فقال لها أتؤدن زكاة ذلك قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وأعطتهم النبي صلى الله وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا وعيد ولا وعيد ألا ترك واجب